السوشيال ميديا دي عملية خطيرة جدة تفسانية ممكن تعمل كده وانت بتقلم تليفونك تلاقي نفسك عامل لايك ولاش ايه ومنتاش قصده وبالمناسبة استاذ ابراهيم وانا قلت لك وكلمتك قلت لك بنيابة عني انا لا بعرف اتعامل مع تويتر ولا بعرف اتعامل اه كتبت انا في تويتر وانا سعد لما لوش حساب على تويتر اه فالناس كتير عاملالي حسابات وتتكلم باسمي لا في صفحات كمان لمالك وكتابه وحطين صورنا وكلها اراء بقى من القائمين ارأيهم هم ها الذي يحترم بس ما يعني ما تحملنش ما تحملنش او ما تدينش فضل انا مش بتاعي ايه في الحال تي قلت انت حاجة جميلة اوي مش بتاعتي مش بتاعتي وما ينفعش ان ادعي ان انا الصاحب الفضل فيها اه فارجوكم ياما تحسنون الظن ياما تسيقون النية ابعدوا انتم الاتنين على انكم تتكلمون باسمي تلكم يبعد شوية اه